اشتركوا في القناة في سبيل زيتونة بالعينية اصيلة اشكال كثيرة لنضالهم الشعبي المقاوم ومن ضمنها المقاومة الثقافية وتتجلى في كل عام بتنظيم مهرجان الزيتون ونظمه بنسخته الثانية عشرة كما في كل عام مركز الهدف برعاية رئيسية من مجموعة بنك فلسطين وعدد من المؤسسات الشريكة ومن ضمنها صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا كابي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان هذا المهرجان تتويجا للعمل الوطني والثوري والمقاومة وزعنا ألاف الأشجار الزيتون بدل الاحتلال اللي نخلعها لكن عساسي نظل مغرسين في هذا الأرض ومغرسين مثل شجر الزيتون ونحافظ على شجرة الزيتون من الانكراض والاستيلاء عليها من قبل الاحتلال فإحنا في هذا مهرجاننا بنثبت الناس في أرضها وندعمها بكل الإمكانيات إحنا اليوم الراعي الرسمي في مهرجان الزيتون الثاني عشر هذا جزء لا يتجزأ من المسئولية المجتمعية اللي إحنا موجودين فيها لحتى ننشر الانبساط والفرح ونكون جزء بسيط في حياة أي إنسان أو أي مؤسسة إنها بتحتاج دعم بسيط لحتى إحنا نوصل ونوصل للناس فكرتنا الهيئة تهتم بهذا الجانب ومتعلق بجانب الثقافي المقاومة حينما نتحدث عن بلعين بلعين رمز المقاومة الشعبية وبالتالي كانت للهيئة دور من اللحظات الأولى في الوقوف إلى جانب بلعين في قصص بلعين مع شجرة الزيتون قصة للشهداء باسم وشقيقته جواهر والدة الشهدين كانت هنا وروحهما كانت هنا وتشهد على قصتهم أذاكرة البلعينية راح على الجدار وبكت انطلاكت فتح وراح باسم على المسيرة وجواهد الخرية راحت على المسيرة وضربوهم بالغاز وبنتين خنكت مشا السم في جسمها قصت فصورة من الأبيض محرم دولية صحيح وباسم ضربوه وكنوا بلا في صدرهان بالمقام الأول يسعى مهرجان الزيتون لتعزيز صمود الأهالي وتثبيتهم بأرضهم ودعم صمودهم وفي مقام ثاني يعمل على فتح أفاق لمشاريع السيدات والفتيات الريفيات وهذا ما بدا جليا في هذا المساء الجميل جيت شركت اليوم عشان حابت أبين مشغولاتي اليدوية وفي عليهم طلب صراحة لأنهم شوي ديفرنت يعني بختلفوا عن السنسيل والإكسسورات اللي في السوق عشان بعمل كرب وفل ونوتيلة صنع يعني في البيت يعني أنا حاليا بوصل طلبات يعني في البلد داخل البلد والله وبالعين يعني بطلبوا مني عشان هذا تشجعت أنه إيه جعب العين هاي أنا بأخبز يعني بحب أنا أخبز يعني هذا يعني ناسا كثير بقول لاش تتعب حالي تقول لاش أنت مثلا مغلبة بقول لاش أنا خلاص بحب هذا الطراث أظل يعني مشغول فيه هذه الأمسية الجميلة اكتملت بصورتها البهية بمشاركة الفرقة الوطنية الموسيقية التي قدمت وصلة من الأغاني التراثية الفلسطينية بطابعين فلكلوري وثوري فهو بصراحة أنا مبسوطة جدا من تفاعل الناس ومن النادر الصراحة يعني أو من الجماهير الكريلة جدا اللي بتكون جدا مستمعة وكاعدة منتبهة على الفنان وبتسمع بكل هدوء وبكل رزانة بصراحة يعني جمهور بالعين رائع جدا وإحنا كتير مبسطنا أنه غنينا لهم لم ولن تنتهي قصة بالعين والزيتون ستولد في كل عام وستتجدد سنويا إلى أن يكتمل القمر في ليلة حرية على زيتون بالعين نهاية حرية 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 حر